الله أكبر الله أكبر موسيقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره خشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العلي العظيم عقل الإنسان يشتغل بنظامين نظام متسهل متسرع مرفه برفاهية النظام الثاني يشتغل بنظام تحليلي منطقي عقلي بطيء بشكل أميق وبشكل مجهد إجهاد يبذل مجهود في إدراك الأشياء هاتان الطريقتان في عمل العقل من أهم الأمور التي يهتم بها الإسلام والقرآن الكريم والروايات الشريفة الإنسان بسبب أنه كسول دائما ميال إلى الطريقة الأولى النظام الأول النظام السهل المرفه يتعامل العقل مع المعطيات يعني مع المدركات بطريقة سريعة سهلة مرفهة حسب المزاج من دون إعمال العقل من دون بذل مجهود الإنسان ميال إلى الراحة هاي النزعات في الإنسان تجعل من المعرفة أردأ أسباب الإنحراف أسوأ أسباب الإنحراف الإنسان كسول ما عنده خلق يبذل مجهود الإنسان عجول خلق الإنسان من عجل إن الإنسان عجول آيات قرآنية متعددة كسول عجول الإنسان طبيعته مجبول على الراحة فلذا المدركات التي يدركها يحاول أن يلفقها بمجهود أقل ها هنا الكارثة هذه كارثة كبرى في الحياة حقيقة المعرفة التي هي أثمن شيء يدركها الإنسان تتحول بهذه النزعة الرديئة هذا النظام التشغيلي الرديء القسم الأول من النظام يحول الإنسان إلى أرض للرذائل المعرفة تتسبب المعرفة أن العقل يخدع الإنسان العقل يخذل الإنسان العقل يعيق الإنسان المعرفة تتسبب حكم عقلي باطل العلم العلم يردي بالإنسان هذه آية قرآنية العلم يردي بالإنسان نعم من أهم عوامل التردي في الإنسان العلم هذا الذي أثمن شيء يجده الإنسان في الحياة الدنيا إذا لم يكن بجهد إذا تعاطينا مع المعرفة برفاهية العقل يخدعنا الرفاهية تتسبب أن العقل يغوينا يضلنا أفمن 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 اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم شلون العلم يتسبب الظلالة إذا الله تبارك وتعالى يضل فمن يهديه من بعد الله القرآن يقول هذا الإنسان الذي الله يضله لو تنقل بالسماوات والأراضين لو يحصل كل العلوم من يقدر يهدي هذا فمن يهديه من بعد الله أفرأيت من اتخذه إله وهو شوف هذا المعيار الهوائية المزاجية التعامل هذه كارثة التعامل مع المعرفة برفاهية بمزاجية بمراعاة حالات الهوى من اتخذ وأظله الله على علمه هذه قضية جدا خطيرة قضية جدا هائلة شي سوى رب العالمين يقول وختم على سمعه وقلبه هذا وجعل على بصره غشاوة غشاوة يعني يشوف بس ما يقدر يشوف شي واضح في هذا اليوم هؤلاء كبار القساوسة في يوم المباهلة شنو صار السمع ما اشتغل احتج النبي صلى الله عليه وآله معهم ما نفع القلب اللي هو مفروض اول شي يشتغل بالنتيجة هذه معاجز ما نفع بس العين ما كانت عليها غشاوة قال كبيرهم والله اني لأرى وجوها لو سألت الله شوفوا العين اشتغلت عدل شافت هذولا ما كانوا يعتقدون بس الغشاوة ما كانت رب العالمين رحمهم هذا العلم هم كانوا علماء قساوسة كبار العلماء هذا العلم كان يضلهم ولكن الله تبارك وتعالى ما سكر ابواب الابواب العلم الحقيقي الانسان اذا ما اشتغلت عينه اذا ما اشتغلت اذنه اذا قلبه ما اشتغل الله في القرآن يقول اولئك كالانعام بل هم اضل مالآية المعروفة لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اكبر كارثة في الحياة ان المعرفة تغوي الانسان المعرفة الانسان اللي ما عنده معرفة ما عنده علم اذا حصلت منه هفوة هذا يزل يمكن رجلة تنكسر مثل واحد بالطريق غاية الامر شي يصير الزلة تجلب له كسرة رجل اما اللي فوق الصرح فوق الجبل تصدر منه هفوة بسيطة هذا خلاص في افضل الفروض انه يبقى جسمه سالم بس يموت اذا ما يتقطع قطع قطع الانسان اللي فوق الجبل العلم الانسان الجاهل اذا بقي على جهله هذا لا يرديه كثيرا بس العالم الامام الصادق عليه الصلاة والسلام قال انتم معاشر الشيعة العلماء العالم اذا تعامل مع علمه برفاهية عقله يعيقه لاحظوا هذه مسألة جدا حساسة العقل يخدع الانسان ويخدع بشكل فضيع بشكل مريع يخدع الانسان هذه مصيبة لاحظوا لاحظوا خلي مثل مثال اذا شوفوا دائرتان هذا في الاخطاء البصرية معروف هذه الصورة وهذا ليس خطأ بصري ابدا هذا خداع عقلي يرسمون دائرتين دائرتان متساويتان متساويتان الحجم ينبعض بالضبط ينبعض ثم يبدأ يرسم اشكال هندسية او دوائر حول هاتين الدائرتين حول احدى الدائرتين دوائر كبيرة وحول الدائرة الثانية من حولها دوائر صغيرة بعد هذا الحدث الانسان يرى ان الدائرة الاخرى اللي حولها دوائر صغيرة مرسومة هاي اصغر من تلك الدائرة هو رسمها الدائرتين الاساسيتين الرئيسيتين انت ارسمها انت ارسمها بعيدك بعدين ابدأ حول دائرتين وحول الثانية دوائر صغيرة راح تشوف ان الدائرة الثانية اللي تحاط بدوائر صغيرة اصغر من الدائرة هذا حكم عقلي باطل هذا حكم عقلي مزيف تشوف أنه هذا الدائرة اليمنى المحاطة بالدوائر الكبيرة أكبر الدائرة الوسطية المركزية أكبر أكبر هي نفسها أكبر من ذيك أنت رسمتها بنفس الحجم رسمتها هذه إعاقة عقل هذه خطيرة جدا جدا المعرفة عندما تحاط بمفاهيم ليست منضبطة هذه المفاهيم غير المنضبطة تعطي انطباع مزيف هذا الانطباع المزيف كارثة هذه كارثة دينية هذه أسوأ شيء يتعرض له الإنسان المؤمن في الحياة الدنيا ليش أسوأ شيء؟ قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لاحظوا في نهج البلاغة هذه ليست في نهج البلاغة الموجود أكبر كتاب تمام نهج البلاغة التي بقيت كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الشريف الرضي رضوان الله عليه مستقطع كثير من خطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فشي هوهم يقول فالجزء هذه العبارة في بعض الخطب التي مستقطعها الشريف الرضي في كتاب تمام نهج البلاغة في بقية الخطبة أيها الناس اعلموا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إنما شوفوا إنما أداة حصل هلك الذين من قبلكم بالتكلف شنو فلا يتكلف أحدكم في دين الله ما لا يعلم فإنه لا شوف كلام أمير المؤمنين لا يُعذروا على الخطأ غدا إلا إن أجهدت رأيك أجهدت رأيك لا تحجي براحتك لا تحلل براحتك التعاطي مع المعطيات مع المدركات برفاهية كارثة التعاطي مع المعرفة كارثة هاي الأشياء اللي إحنا نعلمها نعرفها عن الدين لا يمكن أن الإنسان يخوض فيها بارتجال قضية معقدة إن حديثنا صعب مستصعب يعني الشنوب فلا يتحمله إلا نبي مرسل إلى أن يقول وقلب وعبد امتحن الله قلبه بالإيمان عبد امتحن الله قلبه بالإيمان القضية مهينة في هذا المجال الإنسان لا يدخل هذا يحتاج إلى إجهاد رأي يحتاج إلى اجتهاد هذول المشتهدين المشتهدين اللي حقيقة مشتهد كثير أكو يدعي أما ما يتعامل مع المفردات هناك أكو معرفة دائرة بس حول هذه الدائرة أكو حاشية تعطي انطباع خاطئ عن مفهومة هذه الدائرة تعطي أن الدائرة صغيرة هذا الحشو هذا الحشو فلا يتحمله إلا عبد امتحن الله قلبه بالإيمان عاشراء على الأبواب والأبواق بدأت تشتغل إياكم حقيقة حذاري حذاري الإنسان يقول كلمة واحدة في هذه القضية الحساسة اللي أكثر حساسية في الوجود عند الله تبارك وتعالى يقول كلمة قال عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وآله رب كلمة سلبة نعمة تسلب نعمة كلمة واحدة تجلب مقتى الله تبارك وتعالى صحيح هناك معرفة لكن هذه المعرفة شنو حدودها هذا مو شأن يا أنا هذا شأن الفقهاء هذا شأن المراجع التقليد هذا مو شأن يا أنا ليصير الإنسان يتعامل برفاهية هاي كلمة خلوها في بالكم الرفاهية هذه الطريقة هذه النزعة النفسية الميالة للتعاطي مع المعطيات بالرفاهية هذه كارثة لا تخش لا تخش الإنسان اللي أفلح من نهض بجناح أو استسلمه فأراح عندك جناح ما يخالف أنهض مو عندك يقعد على راحتك استسلم ويسلمه تسليمه خلاص الله في القرآن يقول أفلا يتذكرون في هذه الآية العلماء على المحك في هذه القضية قضية خطيرة بالغة الخطيرة خطورة الإنسان ما عنده خلق أن يبذل مجهود ما عنده خلق فلذا يريد حتى لو تطي مثلا مثلا فدرقم يحسب لك قل له مثلا كذا 200 ألف وكذا في 400 ألف وكذا رأسا يطلع لك الحاسبة يحسبها ليش هذا ميل الإنسان إلى الرفاهية إلى التسهل هذا التسهل والله خطر بلا حدود هذا التسهل هذا دين رب العالمين دين رب العالمين جدا معقد دين الله جدا معقد أمير المؤمنين يقول إنما هلك الذين من قبلكم قال صلوات الله عليه أمير المؤمنين إلى الله أشكو من معشر أمير المؤمنين ما يشتكي إلى الله حقيقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صدرهم واسع شوف ما يشي الرأس وكل دقة يشتكي إلى الله هنا يشتكي إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ظلالا وأضله الله على علم هذه مصيبة في الإنسان هذه طبيعتنا في الحديث الشريف الله تبارك وتعالى عندما كان يريد أن يخلق آدم لاحظوا هذا الكارثة بعث أنزل جبرائيل هذا النبي القوي أنزله وقال له روح استقطع قطعة من طين الأرض خلقته من طين صحيح؟ من تراب استقطع حتى أنفخ فيه انزل الله أنزله جبرائيل إلى الأرض حتى يستقطع شنو طينة آدم فبس أراد يباشر أمر الله تبارك وتعالى الأرض حلفته قسمت عليه الأرض من طبيعة الأرض ليش يسمونه إنسان؟ إنسان هذا أنس هذه الطبيعة طبيعة ترابية هذه منشأها نشأة ترابية أنس الأرض تأنس بعضها ببعض فحلفت جبرائيل قالت بالله عليك أن لا تستقطع جزءا مني لا تفرق بين جزء مني وجزء جبرائيل حار جابت الأرض اسم الله وإذا يريد يسوي يطيع يطيع أمر الله راح ينهان اسم الله كرامة رب العالمين حلف إذا ما يريد يدير بال يسوي شغلة حرمة الاسم تروح حار شي يسوي وراء فترة عاد عاد ما سوي الشغلة عاد إلى الله الله قال له ها شو صار قال إلهي حرمة اسمك حلفتني باسمك الله قال له أحسن تفضل قال له الميكائي أنت روح استقطع طينة آدم الله يريد يخلق آدم إرادة الله وراح تكررت القضية بنفس الحالة وحار ومسكين عاد بلا تنفيذ الأمر الله قال له ها شو صار نفس القضية كررت قال هذا حلفتني باسمك باسمك اسمك عظيما شلون إذا سويتها كرامتك تروح الله قال له أحسنت يلا تفضل أحسنت ليش لأنه هذا ينبع عن وازع شوفوا إيماني بالله هذا شوفوا بس خطأ هذا في نفس الوقت هاي رواية هذا ليش ما أطاعه وما نفذ أمر الله تبارك وتعالى هذا يكشف عن أمق احترامه لإسم الله تبارك وتعالى هذا حسن فاعلي هذا يؤجر عليه هذا على هاي الحالة قال له ما يخالف أحسنت الله قال له نزل إسرافيل تكررت نفس القضية نزل إزرائيل إزرائيل ما حار قال له للأرض شوفي صحيحي الله إلى حرمة وإسمه إلى احترام وكرامة بس أمر الله احترامه أكثر من اسم الله واخري واستقطع الطين اللي كان مفروض يستقطعها ورجع محاير محاير شوفوا رجع الله قال له أحسنت أنت العدل لذا أنت اللي مكلف بقبض الأرواح ترجع هاي الطين إلى محلها إلى الأرض فكلفه لاحظوا هذه تعاطي مع معلومة مقدسة أن اسم الله تبارك وتعالى له احترام لا شك بس هذا تعاطي برفاهية هذا نوع من التعاطي هذا تعاطي ببساطة هذا تعاطي من نوع غير عميق لذا الله تبارك وتعالى كرم عزرائيل وأخيرا حتى عزرائيل يأخذ روح ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل هو نفسه شوفوا هاي الكرامة عزرائيل أخذ أعطاه هذه الكرامة في رواية أخرى أكو في الكافي لاحظوا إن موسى عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى أن يحيي آدم ففعل الله أحياه موسى سأل الله اللهم قادر على ما شاء موسى الله يحبه من أول العازم الله يحبه يحب حب كليم الله وكلم الله موسى تكليمه ففعل الله أحيا آدم موسى قال للآدم شفيك صار أنت لما عصيت الله مو الله قال لك لا تاكل شلون أنت تعصي ربك ليش سويتها شذي وطردت نفسك من الجنة وطردت من الجنة كلم إلى يوم القيامة شفيك صار فقال آدم قال آدم عليه السلام قال له ارفق بأبيك أي بني يعني شوي شوي جير بالك لا تشك عباتي ارفق بأبيك قال له موسى عليه السلام شنو آدم عليه السلام قال إبليس حلف لي باسم الله القرآن يقول هاي آية قرآنية وقاسمهما أنه لهما من الناصحين قاسمهما يقول أنا ما كنت أقدر أتصور أن واحد يمكن في الحياة يحلف ويجذب ما كنت أقدر أتصور فهكذا حصلت الخديعة هكذا حصلت حلف لي أنا صحيح أنا مطيع لله تبارك وتعالى أنا ما عصيت لاحظوا هذا هاي الحالة في آدم تكشف عن أمق إيمانه بالله تبارك وتعالى حقيقة حالة كريمة هذه هذه حالة مقدسة شوف يحترم اسم الله إلى درجة اللي ما يقدر يحلل ما يقدر يتصور أن يمكن أن يحدث كذب باسم الله هذا رهبته وعظمة احترامه لهذا الاسم بس بالنتيجة حصلت الخديعة حصلت هذا التعاطيش لاحظوا هذه آيات هذه روايات روايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام يبينوها أنه ليش حصلت القضية جداً معقدة هذه المعلومة قدسية اسم الله تبارك وتعالى هذه المعلومة عندما تقع في تزاحم لازم الإنسان يقدرك أن أيهما أهم وأيهما مهم هذه المعلومة بمفردها لا شبهة حولها قدسية اسم الله تبارك وتعالى لا شبهة فيها ولكن هذه المعلومة عندما تحاط مثل الدائرة عندما تحاط هذه الأمور التي تحيط تقع توقع بهذه المعلومة في مجال شنو مجهول في هذا المجال يحتاج الإنسان يعمل منطقة شوفوا الآن هذا المنطق صحيح أن اسم الله تبارك وتعالى مهما كان مقدساً إذا كانت إطاعة أمر الله تستوجب شنو هدر في حرمة اسم الله أيهما أهم اسم الله أهم يؤمر الله العقل إذا يقعد يحلل مشكلة أن العقل ما عنده حالة تحليلية ميال إلى قلت النظام الأول اللي حالة تسهل حالة رفاهية ما يحلل يأخذ المفردة ويمشي هذه المفردة خمسين مليون يشوبها هذه الشوائب تغير معالمها هذه المفردة عندما تطيح لتأخذون القيم لا يمكن أن تأخذ القيم معزولة الحياة كل شي فيها حالة نسبية لا تأخذوا القيم معزولة إذا أخذت القيم معزولة لا تصل إلى طريق صحيح يقعد عالم شبير ضعف عمامتي يحكي يتحدث عن موضوع شديد الحساسية موضوع النيل من رموزه مثلا مقدسات الأديان الآخرين يقول لا يجوز النيل من مقدسات الآخرين لأنه القرآن يقول ولقد كرمنا بني آدم هذا الإنسان هذا الآخر هذا له كرامة آية قرآنية لا يمكن أن واحد يدحضها آية قرآنية لا يمكن أن تكون باطلة ولكن ولكن هذه الآية القرآنية عندما تأخذ معزولة بحد ذاتها يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض الدين مو هالشكل الدين إلى أبعاد الدين إلى عمق مو تأخذ الرواية بمعيار واحد أكو معايير متعددة لا تعمل إعمال المعايير يريد لها عمق علمي يريد لها تحليل يريد لها منطق يريد لها بروتوكول قواعد الحياة معقدة الدين جدا معقد ما يصير واحد يشمر عن رجله ويرتج لكي أنه يخش بحر هذا مو طين الإنسان يدوس على طين مخش مشمر صحيح الدين مو طين دقيق خطير جدا خطير شخصية بارزة لها كريزمة جدا جدا عالمية يقعد يقول يقول جيب لي دليل رواية واحدة تتحدث عن التطبير جيب لي رواية واحدة تتحدث عن قبة الحسين ليش هالفلوس ليش هذا بذخ صرف على ضريح الإمام الحسين هلقت فقارة جيب لي رواية واحدة تتحدث عن ضريح الحسين هذا الدين مو هالشكل عالم يعتبر على عالم كبير جيب لي ولو رواية ضعيفة يقول جيب لي الدين مو هالشكل إذا بهذه الكيفية جيب لي رواية ضعيفة التي تتحدث عن بناء صحن هذه الصحون هذه الصروحة الشامخة لأهل البيت جيب لي رواية واحد كلها أدلتها ومن يعظم شعائر الله هذه أدلة عامة الدين مو هكذا إذا هالشكل لازم نغير كل شي جيب لي دليل واحد على استحباب اللطم الذي يغلطون على صدرهم ما عدنا فالتلطم الخدود قالوا لعد كل شي هذا كل كل لازم الإنسان يوخر صرنا مثل الأبناء يستدل القرآن يقول قول أني لا أعلم الغيب هاي آية آية ثانية ليش يتغيب آية أكو إصرار أكو الحاح على تغييب شيء حساس يجيبون شايفين أبناء العامة يقرأ البخاري بانتقائية بابا اقرأ كتابك بكل رواياتها ليش بانتقائية ليش هذه النزعة هذه كارثة العصر والله أن يرتج للإنسان في الدين على كيف والله على كيف وحق الحسين ما أحد يتحدث شوفوا روحوا شوفوا يتحدثون عن هاي القضايا الحساسة بمزاج يقول شلون الحسين كذا يصير مو معقول الزهراء تلطم وعلي موجود مو معقول شنو هاي رواية تعال عالج الرواية هاي رواية شاستوي فيها ما يصير مو معقول مو معقول يعني شنو دين الله لا يصاب بالعقول ما يصير الإنسان بهذه الكيفية يخوض في هذه المجالات هذه ظلالة أظله الله على علم عالم عالم بل عن بعوران منه شان القرآن يقول آتيناه آياتنا آياتنا جمع مضاف يفيد العموم يعني كل آياتنا آتيناه فانسلخ منها ليش كل واحد تشوف شايل لمعون ويضرب الظهر الحسين عليه الصلاة والسلام وقضية الحسين أقدس مقدساتنا قضية الحسين ما يخالف أنت عندك رأي ما يخالف ناقش ناقش ما يخالف وأبدي رأيك ما تقبل ما يخالف إحنا ما عدنا خلاف بس ليش أكو استخفاف على العقول ليش أكو استهانة هناك مقدسات قل أنا ما أقبل هاي المقدس رأيي ما يقبل ما يخالف ليش استهانة ليش استحقار ليش ازدراء ليش هذا الازدراء ليش هذا التعرض ليش إحنا ما نقول شي إحنا ما نقول التمتفتين ما نقول هذه بدعة ما نقول هذه خرافة خرافة يعني شنو يعني مراجع الدين خرفين خرافة معناته هذا يعني هذا الآن من الأحياء والأموات بالمآت هذا معناته أنه هذا خرف هايش هذه إهانة هذه إهانة لأقدس المقدسات وبعدين وانت نازل الإنسان حتى عامة الناس يقعدون شوف كل واحد يبدي انطباعه هذا الانطباع الحاصل من الدوائر هذا انطباع مزيف هذا أقلك زيف عليك المعلومة أقلنا يعيقنا بشكل صادم والله يعيقنا يخدعنا أقلنا يخدعنا عندما يتعاطى الإنسان مع المعلومات بأريحية برفاهية بخلي باله ويحجي الكلام ما ينطق من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد خاصة إذا الإنسان تحدث في الدين خاصة إذا الإنسان تحدث في في ذروة الدين وهي قضية الحسين عليه الصلاة والسلام وقضية أهل البيت هذه أكثر شيء لاحظوا راحظوا كتاب كامل الزيارات إش قد روايات أكو إش قد تحذر الإنسان وإش قد قصص أكو والمجال لا يسمع حقيقة الإنسان خليه يعتبر هذه الروايتين بقضية جبرائيل وعزرائيل هذه قضية مهمة الإنسان صحيح يتعامل مع مفردة مقدسة بس هذه المفردة المقدسة عندما تقع في خضم أشياء يتولت فتشيء اسمه قانون الأهم والمهم هذا القانون الأهم والمهم والله في باب التزاحم في غاية التعقيد قانون الأهم يسموه باب التزاحم هذا مو كل واحد يقدر عليها ربما تشوف المصالح والمفاسد مو مطلقة ربما مصلحة في ظرف تتحول إلى أكبر مفسدة ربما أكبر مفسدة في الحياة في ظرف من الظروف تتحول إلى أهم مصلحة الإنسان ليس يصير الشكل يبدي رأيه وبعدين يتعامل بهذا التعامل المصالح والمفاسد تتغير الإنسان إذا يريد يبيع بيته منبع مليون من المصائب إذا باع بيته يقعد بيت إيجار بس لما إنسان ابنه مريض العياذ بالله يريد يعالج ابنه يبيع بيته تصير مصلحة هذه المفسدة تتحول إلى أفضل المصالح أنا عواطفي تملي علي أن أبيعها هذه هذه قانون الأهم والمهم هذا باب التزاحم باب التزاحم تزاحم المفردات والمصالح والمفاسد جدا جدا حساسة نعم تشوف هذا الشيء صحيح إهانة فرد أو إهانة مقدسات فرد إذا كانت تلك المقدسات للفرد كانوا أعداء الله هذا يتحول الحكم إبليس من مقدسات الملايين من البشر تدرون الله تبارك وتعالى كل القرآن شاحنة باللعن والإهانة لإبليس ماكو مزاج أنا أحب أطرح فشيء جديد عندي شهوة أفرأيت من اتخذ إلهه هو وأظله الله على المن نعوذ بالله هذه من أهم الأمور في الحياة الدنيا إحنا باتشر مليار سنة يوقفون على حرف واحد نطقنا به إن عرصة هذا كلام الإمام الصادق لعرصة من عرصات يوم القيامة أطول من ثلاثمائة ألف عام كل عام يحسب هذا عام شنو يعني عام من أعوام الدنيا أخو مو أعوام الدنيا حتى لو من أعوام الدنيا هاي عرصة إنسان الله يأخره في هاي العرصات وهاي العرصات شلون كلها إن زلزلة الساعة شيء عظيم زلزال كلها معفوزة الدنيا الإنسان يتأخر بكلمة واحدة هذه قضية حساسة هذه قضية حساسة جدا حساسة الإنسان إذا ما يعرف أفلح من نهضة بجناح إذا مشتهد أنت حقيقي مشتهد أنهض يوم القيامهم إذا كنت على كل حال على خطأ الله يطيك ثواب أما هذا إنسان لما عنده ذي تلمهارة ذاك الإحتراف ما يقدر ليحجي أحسن ليسكت يقعد أو استسلم فأراح هذه إنسان يوم القيامة يجي يشوف أعداء الله بعضهم هذول تشوفه مسيحي بقضية واحدة اهتدى وأصبح من الأخيار الأبرار وبعض أولاد علي يكون بيد المعول ويفلش بكل مقدسات علي صلى الله عليه هذه هالشكل حصلت الواحد البعيد الغريب من تلفات الدنيا يجي ويهتدي ويدخل في ركب الحسين عليه الصلاة والسلام والآخر ما أقول أنه جاهل أقول أنه بروية بروية أن الدين رفيق فأوغلوا فيه برفق شوية شوية دير بالك شوية شنو الصراخ شنو الهوس دير خلي شوية رجلك على بريك مون كل يوم في التصريح مون كل يوم في التحدي قضية بالغة الحساسية نسأل الله تبارك وتعالى بحقهم أن يحمينا ويعصمنا من الزلل في شؤونهم وهذا يمكن أفضل دعاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة